السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم سانا بيوتي كنتمنى تكونوا على خير اكيد مائدة الافطار ما كتخلوش من التمر اللي كتعتبر عنصر رئيسي واساسي اليوم غدين هدروا على اسباب صحية اللي غدخلكم ما غدستغنى وجاليه في مائدة الافطار دي لكم يعتبر التمر من العناصر الغذائية التي يمكن هضمها وامتصاصها في الجسم بسرعة كبيرة وبالتالي لا يحتاج لوقت طويل ويعمل كذلك بدوره على تنشيط الجسم وامداده بالطاقة التي يحتاجها يعمل تمر على تحفيز المعدة والامعاء لإفراز الأنزيمات الهاضمة وخاصة في حالة تناوله مع أحد أنواع الشربات التي ينصح بها أيضا على الافطار في شهر رمضان يساعد تناول التمر في شهر رمضان على هضم العناصر الغذائية المقعدة التركيب مثل الكربوهيدرات والبروتينات وذلك بعد وقت قليل من تناول الطعام على الافطار التمر مفيد في موازنة معدل حمودة البول التي تشهد اضطرابا كبيرا بسبب الصيام وهو ما يحمي من إصابة بحصوات الكلا التمر غني بالمعادن والفيتامينات والألياف التي تعزز الشعور بالشبع خلال النهار وتخفض نسبة الطعام المستهلك على وجبة الافطار في المساء وبالتالي يساعد التمر على خفض الوزن والحفاظ على وزن متالي إضافة إلى المحافظة على صحة الجهاز الهضمي يعالج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي كالإمساك كونه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تنظم عمل الجهاز الهضمي وتدعمه ينصح بتناول الثمر مع الحليب واللبن على وجبة الافطار في شهر رمضان لزيادة الفائدة الصحية وتعزيز صحة العظام والأسنان خصوصا عند النساء صاحب غير وخريت إلى صحة الجهاز الهضمي اشتركوا في القناة